وإلى السعودية حيث طلب الدوان المراقبة العامة الوحدات الحكومية بدرورة قيامها بإعداد ميزانية تخطيطية لها والانتقال من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج وهذا طبعا الأداء ليؤدي ذلك إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي هذا وانتقد تطبيق أسلوب ميزانية الدولة على أساس البنود لعدم توافقها مع متطلبات الإدارة الحكومية الحديثة ما يعتبر معه أن استخدام أساس الاستحقاق يعتبر مناسبا أكثر من غيره لتحقيق ميزانية البرامج والأداء مشيرا إلى الأهمية تطوير أسلوب أعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أساس الاستحقاق ورق الميزانية بمراكز المسئولية في الوحدات الحكومية وهذا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يضم لنا من رياض السيد أو الدكتور أحمد المغامس وهو أمين عامل هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دكتور أهلا بك معنا دعنا نبدأ من المفهوم الرئيسي لهذه الانتقال في الأسليم المحاسبية كيف من الممكن أن نفصل للمشاهد ما هو التعديل الآن الذي طبعا سيتم على هذه القوانين المحاسبية الجديدة بداية أشكركم على الاستطافة بالنسبة للمشروع الذي يقوم بديوان مراقبة العامة بالإضافة لعدة جهات حكومية وهو استخدام معايير المحاسبة الدولية في الجهات العامة أو الحكومية هذه المعايير تضمن التحول من الأساس النقدي المستخدم حاليا في الأجزة الحكومية إلى التحول إلى النظام أو الأساس الاستحقاق المحاسبة على أساس الاستحقاق في هذا الأمر تتحول للمشاهد الحكومية في مسكها لحساباتها ودفاترها من نظام التقليدي الحالي المعمول به إلى النظام التجاري المعمول به في الشركات التجارية مما يعني أن هناك تحولا في كتابة أو في إثبات وفي تسجيل الأصول والخصوم وما له علاقة أي بنهاية الأمر نتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أن الجهات الحكومية يتم مسك دفاترها وسجلاتها وتفصح عن أعمالها وأصولها وخصومها وفقا للنظام التجاري أو النظام المعمول به في الشركات فهذا مشروع تقوم بوزارة ديوان المراقبة العامة بالإضافة إلى مشارقة وزارة المالية هيئة المحاسبين ومعهد الإدارة العامة في التنفيذ المشروع هذا سيعطي نتائج جيدة أفواً أفواً نقول القوانين عليها أن تطبق على الشركات الخاصة أم نتكلم هنا عن الحكومة لا نتكلم عن الأجزة الحكومية نعم يعني ليس الشركات الخاصة نعم الشركات الخاصة تعمل الآن وفقا للنظام المحاسب التجاري الذي تطبق المعايير المحاسبية التحول الذي سيأتي هنا هو نقلة نوعية في كيفية كتابة السجلات المحاسبية وكيفية الإفصاح لما تقوم بالأنشطة التي تقوم بالأجزة الحكومية وهذا ما يعرف فيه بالمعايير المحاسبة الحكومية الدولية المسمى والمختصر بالإنجليزية وهذا شرعت فيه كثير من الدول إما أن تطبق المعايير بالكامل كما هي تجاري أو تبدأ بالتحول من الأساس النقدي إلى الأساس الاستحقاق المشروع بدأ في عام 1425 واعتمد كمعايير لفترة تجريبية في عام 1434 وسيتم إن شاء الله تطبيق العدد من المنشآت الحكومية الموجهة للتخصيص كفترة تجريبية ومن ثم يتم تقييم التجربة ويتم تطبيق على باقي لجزة الحكومية وفق جدول سيقر مستقبلا وهذا ما كنت أعود أن أسألك عنه بالنسبة للجدول الزمني برأيك ما هي المهلة طبعا وكما نعلم عندما التعديل الدفاتر إن كان الماضية وحتى المستقبلية قد تأخذ بعض الوقت برأيك ما هو الدادلاين لهذا المشروع أن يطبق هو حقيقة لا يمكن التنبؤ بالوقت اللازم للتطبيق الكامل لمعايير المحاسبة الحكومية لجميع الأجزاء الحكومية وإنما سيبدأ بفترة تجربية لعدد من المنشآت الحكومية ومن ثم سيتم النظر في التجربة لأن الموضوع أكبر منه فقط تطبيق هو تعداد للمعايير دراسة المعايير المستخدمة حاليا في العالم ومن ثم اختيار ما يناسب المملكة ومن ثم اختيار كيف يتم التطبيق وهذا سيتطلب الكثير من الجهد من جميع الأجزاء الحكومية والأجزاء الرقابية والأجزاء التشريعية فمتوقع حسب ما أرى أنه خلال ثلاثة لأربع سنوات سيتم تطبيقه تجريبيا ومن ثم ينظر في التجربة ويتم بعد ذلك تعميم التجربة على باقي المنشآت الحكومية والدكتور أحمد المغامسك أمين نعام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لهذه المشاركة